بيبدأ المسلسل ببنت صغيرة بتلعب مع ابوها في الملاهي وبيظهر قدامهم راجل في ايده سكينة وبيقرب من الاب وبينتهي المشهد على كده وبنشوف بعد كده دكتورة جراحة اسمها ايدا وبتكون مسكن موبايل وبتتكلم فيه وبتحذر صاحبتها ليلى من ان هي تعمل عملية تجميل في السادي واسناء كلام ايدا مع ليلى بتسمع اسمها بيتنده في مؤتمر معمول في المستشفى وبيديها مدير المستشفى جايزة لمجهودها لانها بقت من ضمن ثلاثة مرشحين هيروحوا لمدينة بروكسل وهيشتغلوا مع علاجنا طبية متخصصة على ابحاث علاج السرطان وبتدخل بعد كده ايدا لمكتب بتاحها وبتلاقي التحليل بتاع صاحبتها شفجي او شفجة وبتكون صاحبتها شفجة او شفجة مصابة بالسرطان فبتبص ايدا في التحليل وبتلاقي ان حالة شفجة بتتدهور فبتروح لقى قدتها في المستشفى وبتقول لها مش هينفع تبدأ علاج الكيميوي دلوقتي وبتحاول تقناها تقعد في المستشفى فترة ولكن شفجة بتمشي من وراها وبتدخل ايدا بعد كده تعمل عملية ولكن ايدها بتبدأ تهتز جامد وبتبقى هتئز المريض فبتحاول ان محدش من الاطباء زميلها ياخد باله وبنشوف بعد كده ليلة صاحبة ايدا وهي بتكلم دكتور التجميل وبتتفق معها ان هي تعمل عملية تجميل للسادي وبعد المكالمة بتتصل بشفجة وبتتفق معها انهم يسافرهم الاتنين يغيروا جو المدة يوم وبالمرة هم في الطريق ليلة هتروح مع بدأسينة عشان تطلع لايف على انستجرام للمتابعين بتوحها وفي الوقت ده بتتصل موكو ام شفجة بايدا عشان تعرف منها نتيجة تحليل بنتها فايدا بتقول لها ان شفجة محتاجة تقعد كم يوم في المستشفى فبتطلع ايدا عشان تطمن على شفجة وهي بتفكر في طريقة مناسبة تقول لها على التحليل ولكنها مش بتلاقيها في قدتها فبيجي في دماغها ان هي راح تقابل ليلة فبتقرر ايدا ان هي تروح لهم وفي الوقت ده بتقابل شفجة ليلة وبتركب مع العربية عشان يسافروا ولكن بيتفاجئوا ان ايدا قدامهم وبتزعلهم عشان شفجة المفروض تخش المستشفى ولكن شفجة بتقول لها انهم كده كده هيسافروا فيتركب معهم وتسافر معهم يتسبهم يسافرهم فبتضطر هنا ايدا تسافر معهم وبيرحهم التلاتة لمعبد اسينة وبتطلع لايلة لايف بتشرح فيه تاريخ المعبد ده للمتابعين بتوحها وبعد كده بيركبهم التلاتة العربية تاني وبيروحوا على مدينة اسمها افالك وهناك بتروح شفجة على شخص اسمه زمان وزمان ده بيكون السبب في ان طفل كان بيتعالج مع شفجة يشفى من السرطان فبتدخل شفجة عند زمان وبتروح ليلة عشان تتصور عشان الانستجرام وبتروح في الوقت ده ايدا السوق وهناك بتشوف ايدا حبيبها القديم تبراك فبتسلم عليه وبتبعد عنه بسرعة فبيقول له هي ماشية انها ما غيرش رقم موبايله لكن هي بتقوله ان هي اللي غيرت رقم تليفونها وشكلها كده بتكون متضايقة منه وفي اخر اليوم بيتقابل التلاتة الصحاب تاني وبيقعدوا يحكي يومهم لبعض فبتقول لهم ليلة ان جزها بيخونها ولكنها بتسامحوا عشان بتحبوا فبترد عليها ايدا وبتقولها ان هي استحالة تسامح في الخيانة اما شفجة فبتقعد سكتها بعدين بتقعد تعيط لانها بتفتكر ان هي مريضة سرطان وممكن السرطان يموتها في اي وقت وبتقول ان هي نفسها تعمل حاجات كتير قبل ما تموت فبيقرر التلاتة ان من اللحظة دي شفجة هتعمل اللي بتحبه فبتقرر ان هي مش هترجع معهم وهتفضل قادة في المدينة دي بتروح بعد كده ليلة البيت وبييجي الجزها اردام رسالة وبتكون الرسالة دي ان هو خسر كل فلوسه والحكومة صدرت على ممتلكاته وهي تبض عليه وفي الوقت ده بترجع ايدا البيت وبتلاقي جزها مجهز لها عاشها رومانسي جدا لان اليوم ده بيكون ذكرى جوازهم السبعة فبتحكي له ايدا ان هي ممكن تسافر بروكسل فبيضاي هنا جزها لانه صعب يسيب شغله ويسافر معاها وبكده هي هتضطر تسافر لوحدها وبعد مرور يومين بتسافر ايدا وليلة تاني على افلاك عشان يطمنوا على شفجة لان هي دلوقتي عايشة في المدينة دي على طول مع امها موكو فبيكتشفوا ان شفجة بقت كويسة وحالتها احسن وده بفضل جلسات زمان وجلسات زمان دي بتكون عبارة عن انه بيجمع مجموعة من الناس في حلقة وبعد كده بيختار واحد والواحد ده هو اللي هيشتغل على مشاكله والواحد ده بيختار بعد كده واحد تاني وبيقف نص الحلقة في المكان اللي قاعدين فيه وبعد كده بيغمض عنه وبيبدأ يحس بمشاكل الشخص اللي اختاره عشان يعبر عنه وبالطريقة دي بيعرف زمان يرجع للماضي بتاع العيلة والاجداد وبيشوف الاحداث اللي حصلت من زمان بس لسا مؤثرها على الحاضر وفي جلسة شافجة قدر زمان يوصل معها للحدثة اللي حصلت معها وهي صغيرة لما كانت بتلعب في الملاهي وجي واحد في ايده سكينة وقتل ابوها فبتحكي شافجة لصحابها على تجربتها الغريبة مع زمان وبتقولهم انهم المفروض يجربوا عشان يحلوا مشاكلهم ولكن ايه ده هنا بتتعصب وبتقول ان هي درست الطب ومش بتؤمن بالحاجات دي وشايفة ان زمان مقدرش يساعد حد اويش فيه ولكن في الاخر بتسمع ايدها كلام صحابها وبتروحها عند زمان والحصن الحظ بتلاقي توبراك حبيبها القديم قاعد وسط المجموعة اللي قاعد هناك وبعد كده بنشوف واحدة وهي بتجرى على شط في كزير الكريد سنة 1924 وبتتحيل على واحد اسمه خالد يهربها معها على المركب وبيركبها خالد فعلا معها في الاخر وبيدخل بيها في نص المياه وبعد كده بيضربها بالمجدف على دماغها وبيرميها في المياه وبنعرف بعد كده ان اللي ماتت دي هي وايليني دي بتكون جدة ليلة وبسبب موتها بالشكل ده ليلة بتخاف تنزل المياه وبتحس بالخنقه لمجرد وجودها جنب المياه فبيعرف زمان هنا يوصل لجزور عيلة ليلة وبيفاهمها سبب مشكلتها وبعد كده بيطلب زمان من ليلة تختار اتنين يمثلوا مشاعرها فبتختار ايدها وطبراك فبتبدأ ايدها تحس بمشاعر غريبة على الرغم من ان هي مش مصدقة كل اللي بيحصل ده وفي الاخر بتتعصب وبتمشي عشان كانت واقفة قدام تبراك وده مش مريحة اصلا فبتطلع وراها شفجة عشان ترجحها ولكن ايدها بتقول لها ان هي مش عايزة ترجع وكل ده نازم ولو ما بقدتش عنها هتبلغ عن زمان وبتقول لها ان هي هترجع اسطنبول دلوقتي وفي الوقت ده بتكون ليلة قاعدة تاكل وبيجي لها تبراك وبيسألها عن ايدها فبيعرف ان هي مشيت فبيطلب منها رقمها وفي الوقت ده بتروح ايدها وشفجة لبيت مامتها وبتعرفها ايدها انهم هيعملوا شوية تحاليل لشفجة في اسطنبول وفي الطريق بتتخنق شفجة مع ايدها لانها مش عايزة تصدق ان زمان سعيدها وفي الوقت ده بيكون سار بابن ليلة زعلان انهم بقوا عايشين مع موكو ام شفجة وان ابوه اختفى فجأة ومش بيشوفوا زال اول وبتروح ايدها بعد كده لمكتب المدير فبتلاقي انهم اختروها للسفر لبروكسل فبتتصل بجوزها سليم وبتبلغوا بالخبر فبيقولها ان هو مش هيدر يسيب شغله خصوصا ان هو مهندس معماري ولازم يتابع شغله من قريب وبعد كده بيتصل مكتب المحماء اللي شغال فيه شفجة وبيقولها ان هي مطروضة من الشغل لان مرض السرطان وتحللها اللي بتعملها على طول ووجودها في المستشفى كتير بقى مأثر على الاضايا بتاعتها بالسلم وبعد المكالمة بتقرأ شفجة خبر عن اردام زوج ليلة وبتعرف ان هو مطلوب الابض عليه فبتتصل بليلة وبتحذرها وبتقولها لو عارفت حاجة عن جزء هتبلغ عنه على طول وفي نفس اليوم دا بالليل بتكون شفجة قاعدة مع ايدها في البيت وبيكلموا ليلة وموكو مكالمة فيديو وفي المكالمة بيتصل حد من المستشفى بايدها عشان تحليل شفجة تلعت وبتكون النتيجة ان ما فيش انتشار للاورام السرطانية والمشاكل اللي عندها اختفت وما فيش غير تقرحات بسيطة بس والموضوع دا بالنسبة لإيدها بيكون غريب وبنشوف بعدها زمانه وقاعد مع توبراك في مطعم وبيكون توبراك شايف ان لما ليلة اخترته هو وإيدها دا يعتبر علامة فبيسأله زمان هيسافر امتى فبيرد على توبراك بانه لسه بيجهز الورقة والتأشيرة وبيدخل بعد كده فيكو صاحب المطعم يكلم زمان وبيكون متعصب ان ما فيش حد يعزف له موسيقى وفي الوقت دا بتكون إيدها بتكلم ليلة عشان عايزة تعمل مفاجأة لسليم فبتختار ليلة معها اللبس اللي هيخلي سليم يحبها اكتر وبعد ما بتجهز العشاء واللبس بتبدأ تقرب من سليم فبيعترف لها ان هو خانها فبتتأصب هنا وبتبدأ تزعق لحد ما بيرن التريفون بتاحها وبيقولولها ان فيه وزير في المستشفى وانها لازم تيجي عشان تعمله عملية فبتسيب سليم وبتروح بسرعة تعمل لعملية لكن إيدها بتتهز جامد والموضوع دا بقى بيتكرر معها اكتر من مرة كل ما بتتوتر وبتتسبب إيدها في حدوث نزيف داخلي للوزير في العملية فبتسيب العملية وبتخرج وبتقول لدكتور تاني يكمل مكانها فبيجي لها بعد كده استدعاء من المستشفى وبيقول لها المدير ان هي مش هينفع تكمل معهم في المستشفى بسبب رعشة إيديها والغلطات اللي بقى بتعملها وكمان بيقول لها ان هي اتمنعت من سفرية بروكسل فبتمشي إيدها وبتقعد تعيط وبعدين بتقرر تروح تقعد مع شيف جي وليلة في بيت موكو وفي الوقت دا بتكون ليلة بدأ يتبع فساتينها عشان تلاقي فلوس تصرف على نفسها وبيكون تبراك بدأ يغني في مطعم فيكو بعد غياب طويل عن الغنى وبتروح إيدها تقابل صحابها في مطعم فيكو وبتشوف تبراك وهو بيغني وبعد ما بيخلص بيروح يكلم إيدها فبتقرر تروح مع البيت ولما بيوصله بتلاقي هدوم بتاعة واحدة تانية مرمية على الكنبة فبتسيبه وبتمشي وتاني يوم الصبح بيروح لها عشان تفكلي غرزة كان عاملها في راسه فبتفكلي الغرزة وبيبدأوا يتكلموا مع بعض وبيقربوا من بعض ولكن بعد اللي حصل دا بتبدأ إيدها تندمع اللي حصل بينها وبين تبراك وبتروح بعد كده على بيت موكو وبتقول ليلة وشيف جاعدين في الجنينة بره وبتقول ليلة إن هي شايفة إن إيدها غلطانة وده لإن هي عمرها محبة سليم إنما هو حبها واستنى إن هي تنسى تبراك وعشان هي مش عارفة تحبه ومش هتعرف تسامحه ولسوق الحظ بتسمع إيدها الكلام بتاع ليلة دا فبتطلع تعف قدامها وبيتخنقل اتنم مع بعض وبعد كده بتروح إيدها تشرب قهوة في مكان عشان تهدي عصابها فبتقابل زمان وبيسألها هتفضل تحارب نفسها لحد إمتى فبتستغرب إيدها من السؤال دا فبيقول لها زمان لو عايزة ترايح نفسها ممكن تيجي بكرة الساعة عشرة وبنشوف بعد كده ليلة وهي قاعدة على الشط وبعد المكالمة ما بتنتهي بتبص ليلة فبتلاقي سرب ابنها بيغرق فبتطلع تجري في المية وبتنقذه وبتكتشف فجأة ان هي ما بقتش بتخاف من المية زي الاول وان الزمان فعلا قدر يسعيدها في الوقت دا بتتصل ام وإيدها بيها لكنها ما بتردش فبتتدائمه وبعدين بتسألها مين اللي بيتصل فبترد ايدها عليها بحزن وبتقول لها ان دي امها للأسف بعد كده بتحاول ليلة تزبط لشيفجي مقابلات عشان ترتبط وبتستعمل تطبيق مواعدة وبييجي لشيفجي مقابلة وبتجاهز نفسها وبتنزل وفي الطريق بتكلم سليم وبتقول له يسافر ويجي عشان يقنع ايدها ترجع لان ايدها في الوقت دا بتكون عايزة تطلق وفي الوقت دا بتروح شيفجي مطعم فيكو وبتقعد مع راجل جايبه لها ليلة من برنامج المواعدة وبيبدأ الراجل دا يتكلم في تفاصيل سخيفة وبيكون متكبر ومش مريح وبيكون فيكو في الوقت دا قع بعيد وشايف المقابلة ومش مرتاح وفي الاخر الراجل دا بيتخانق مع فيكو وبيشته من المطعم فبيترضوا فيكو من المطعم وهو طالع بيعرض على شيفجي ان هي تيجي معاه فبترفض شيفجي ان هي تمشي وبتقوله ان هي هتقعد ومش تمشي وبعد كده بتتصالح ليلة وإيدها وبتروح لهم شيفجي وبتحكي لهم عن المقابلة السخيفة اللي كانت فيها وبتحكي لهم ليلة ان هي ما بقتش بتخاف من المياه وبيقرروا بعد كده التلاتة يروحوا لزمان وبنعرف ان سبب رعشة ايد ايدها بسبب مشكلة حصلت معها مع واحدة من جدودها واسمها زهرة وحصلت معها في سنة الف تسعمائة وسبعتاشر في جزر ايجا ويوميها زهرة كانت مستنيح حبيبها يوسف يرجع من الحرب ويوم ما الحرب انتهت طلقت بسرعة قابل يوسف وهي فرحانة ولكن دخلت عليه عصابة واختصبوها وابوها لما جاء قال لها ان احنا لازم نهرب ولكنه في الطريقة الليها ما ينفعش تكمل حياتها بعد ما فقدت عذريتها ولو سبها دلوقتي بقيت الرجال هيتلوها وبيقول زمان ليدها ان ده سبب مشاكلها وده السبب اللي مخليها بتحلم بنفسها كتير في حقل في ظهور زي اللي زهرة ماتت فيها ووقت موت زهرة ابوها كانت ايده بترتعش وهو بيضغط على الزنات وبعد ما بيخلص زمان كلامه وبتقول له ايدها ان ما فيش حد من قلتها مات وبتسخر من كل اللي قاله ده وبتمشي وبتروح ليلة بعدها المطعم فيكو فبتلاقيه فاضي وما فيش زبائن وبيكون عنده مشاكل مع الحكومة فبتقترح عليه ان هي تساعده وتمسك مديرة العلاقات العامة فبيوافق وبتطلع ليلة لايف على انستجرام بتاحها وبتقول للناس على المطعم وكمان بتقول لهم ان هيكون في عزف لتوبراك عشان هي صورته قبل كده وعجب الناس وعلى الرغم من ان توبراك بيكون رافض يعزف تاني الا ان ليلة بتقوله ان العزف هيكون الخدمة اللي عايزها منه عشان اديت له رقم ايدا وبتروح ايدا بعد كده على مطعم فيكو وبتقترح عليها شيفجي وبتقول لها ممكن تتصل بامها وتتأكد هل مات حد من عائلتها ولا لا فبتتصل ايدا بامها ولكن امها بتقول لها ان ما فيش حد مات من عائلتها ولكن بعد شوية بترين عليها امها تاني وبتقول لها ان خالتها زهرة اتقتلت ايام الحرب بعد ما اختصبها مجموعة من قطاع الطرق فبتقفل ايدا المكالمة وهي مصدومة وبتكون مش مصدقة اللي سمعته وبعدها بتسيب المطعم وبتطلع تمشي ولكن بيطلع وراءها تبراك وبياخدها العربية اللي ساكن فيها عشان سكرانة ومش هتعرف تراوح لوحدها وفي الوقت ده بيظهر اردام جوز ليلة الليلة وبيقول لها ان هو هربان عشان الشرطة بتطرده وبيستخبى معاه في مكان هجور وبيوصل سليم لبيت موكو عشان يصالح ايدا ولكنها ما بتكونش موجودة فبيستنعه في عربيته وبتكون ايدا في الوقت ده نايمة مع تبراك في العربية بتاعته لحد الصبح وبعدها بتنام مع الشاط ولكن بتندم ايدا بعد كده على اللي حصل بينها وبين تبراك خصوصا ان هي بتلاقي ارسالها على الموبايل بتاعه من واحدة اسمها فلورا فبتتعصب ايدا وبتقول لتبراك ان اللي حصل بينهم ده مجرد غلطة وبتسيبه بعد كده وبتمشي ولما بترجع البيت بتقول لها شيفجي ان فيه ضيف نستنيها جوه بس سياريت ما تتضيقش فبتدخل ايدا وبتلاقي امها اللي جوه فبترفض ايدا تكلمها وبتخش قضيتها وبتيفل على نفسها في الوقت ده ام ايدا بتيقس وبتقول لها ان هي سابتها هي عبوه هو تعبال لوحدهم لأسباب معينة وكمان بتقول لها ان هي مش مستعدة تعتذر عن اللي عملته في الوقت ده بتروح شيفجي تقابل سليم وبتقول له ان بل كين مامت ايدا عندهم في البيت وادا مش طيقة نفسها وانها مش هينفع تقول لها ان سليم هو كمان هنا في الوقت ده سليم بياخد باله وان طبراك قاد وراه مع الاهواء فبيشك ان هو السبب في المشاكل دي كلها وبيقوم عشان يتخانق معاه بس الشيفجي بتمسكه وفي الوقت ده بتكون ليلة بتاخد اكل من مطعم بيكو بحاجة ان هي هتودي لسربة ابنها ولكنها بتودي الجزء المستخبي واللي بيطلب منها كمان ان هي تتصرف في فلوس عشان يقدر يهرب لسويسرا وساعتها لما يسافر لسويسرا هيبعت الفلوس اللي شايلها في البنك عشان تحل مشاكله وبيقول لها ان هو ما عملش حاجة غلط وان اللي هو كان شغال معهم هم اللي غادروا بيه بتعرف بعد كده ايدها من شيفجي بالصدفة ان سليم سافر ابلك عشان يكلمها فبتتدائق شوية بس في الاخر بتكلمه وبيتقابله وبيحاول سليم يرجع ايدها بكل الطرق وبيقول لها ان هو مستعد يسافر معها ويسيب شغله لو جالها سفر لبروكسل ولكنها بتفظل مصممة على قرارها وبتقوله ان هي عايزة تطلق وبعدها بتسيب سليم وبتمشي فبيطلع وراها وبيفضل يعيط وبيقول لها ان هو لسه بيحبها وبيقول لها ان طبراك مش مهتم بيها فما بتردش عليه ايدها وبتسيبه وبتمشي بعد كده بتتعرف شيفجي على واحد على النت اسمه توفي وبتبدأ تعجب باسلوبه وتهتم بيه ومع ذلك بتبدأ تقابل ناس مختلفة من على التطبيقات الموعدة ولكن ما فيش حد فيهم بيعجبها بتلاقي ان الرعشة اللي في ايديها راحت فبتروح بسرعة على زمان عشان تفهم عالجها ازاي فبيقول لها زمان ان الانسان زي الشجرة ممكن تبقى بايزة من فوق وفيها مشاكل بس تتعالج لما الجزور تتعالج عشان كده هو بيعالج الجزور واللي هي مشاكل العيلة والاجداد عشان الحاضر يبقى كويس في الوقت ده بيروح سليم لزمان عشان يساعده في مشاكله وبيفكروا زمان بحدثة حصلت وهو صغير لما حصل زلزال قوي يدمر كل حاجة وكسر البيت بتاعهم ولكن امه رمت نفسها عليه وانقذته وبيقول له زمان ان هو متعلق بايدة وبيعملها بالطريقة دي لان هو بيدار فيه على امه اللي ماتت وعشان كده مش عارف يتعامل معها كزوجة او حبيبة ولكن بيرد عليه سليم برضو بيقول له ان ده كلام فارغ وبيسيب وبيمشي فبتتفق شفجي مع توفيق انهم يتقابلوا ولما بتروح بتلاقي ان فيكو صاحب المطعم هو توفيق وبتعرف ان هو عامل اكاونت واهمية عشان معجب بيها فبتقعد تتكلم معه وبتقول له ان هي مش شايفك يا حبيب وفي الوقت ده بييجي اتصال لليلة وبتعرف منه ان ليها قطعة ارض كانت لجدتها في كريد وهي اللي هتورسها دلوقتي فبتفرح ليلة جدا وبتعرف ان هي كده هتحل مشكلة جوزها وهتعرف تهربه عشان يحل مشاكله من سويسرا وكمان هتدفع مصاريف ابنها وهتبطل تبيع فستينها بعد كده بيرح توبراك ليدا وبيفهمها ان فلورا دي تبقى بنته ولكنها قاعدة في هولندا مع عمومتها وجوزها وهو بيحاول دلوقتي يجهز ورقه عشان يسافر يشوف بنته وفي نفس الوقت ده بيكون جاي سليم يشوف ايدا فبيلاقي توبراك عندها فبيتعصب وبيتخنق معاه ولكن توبراك بيضربه وبيخلي وشه كل مليان دم وبتيجي الشرطة وبتاخد الاتنين وبنرجع بعد كده بالزمن ليدا وتبراك لما كانوا في علاقه مع بعض من عشر سنين ووقتها توبراك كان مغني فاشل ومش عارف يعمل اي حاجة في حياته وكان بيقضي وقته كله وصهران في البراط وكان بيشربه وقعت حتى في البيت اما ايدا فكانت عايشة حياة مختلفة تماما وده لان هي كانت جراحة كبيرة وكانت بتساعد المرضى طول الوقت وده كان ميخلي فيه مشاكل بينهم وهم الاتنين وفي مرة كانت ايدا راجع من الشغلة لقيت توبراك بيخونها فثابته وقررت ان هي ما ترجعلوش تاني ولكن اكتشفت ايدا بعد ما ثابته ان هي حامل فقررت ان هي تنزل للجنين من غير ما تقوله وبعد علاقة ايدا بتوبراك اتقرفت على سليم واللي كان صاحب ليلى وشيفجي وفضل سليم يتقرب من ايدا لحد ما نست توبراك وتجوزها وفي الوقت الحاضر بعد ما الاتنين راحوا الاسم الزابط امر بحبس توبراك لمدة يوم على زمة التحقيق وكمان ضربه لسليم بقى بمسابة نقطة سودة في الملف بتاعه ومش هيعرف يسافر لبنته فلورا في هولندا لان هو كده عنده سجل اجرامي في الوقت ده بترجع ايدا وشيفجي البيت ولما بتصحى شيفجي الصبح بتلاقي ليلة بترقص وفرحانة وبتعرف منها ان هي طلع لها مراس من جدتها فبتفكرها شيفجي ان زمان قال ان هي هيكون لها حق وهتسترده فبتفتكر ليلة الجملة دي وبتندهش من قدرة زمان وبنشوف بعد كده زمانه هو قاعد مع توبراك وفيكو وبيحكي توبراك عن المشاكل اللي بقى فيها وانه كده مش هيعرف يسافر لبنته ولكن زمان بيقوله ان هو كان المفروض يفكر في بنته قبل ما يضرب سليم في الوقت ده بتروح ليلة الاردام وبتقوله على المراس وبتقوله ان هي هتعرف تساعده فبيقولها على الرجل اللي هتقابله وهيساعدها في انه يهربه بعد كده بيروح توبراك لسليم وبيحاول يعتذر له عشان يتنزل عن المحضر ولكنه بيرفض اعتذاره فبيروح بعد كده توبراك للزمان وبيبدأ يتكلم معاه وبنعرف ان هو عنده مشكلة كزورها من ايام جده ادم واللي الحكومة اتهمته في قضية قتل وعدمته وبعدها بمدة ووصله للقاتل وطلع جده بريء ولكنه كان خلاصة عدم وفي الوقت اللي موجود فيه توبراك مع زمان بتكون ايدها وليلة وسليم وموكو بيحتفلوا بايد ميلاد شيفجي وفي ايد الميلاد ده بتحكي شيفجي لامها ان زمان قال لها في حاجة غمضة تخص ابوها فبتتعصب امها وبتسيبها وبتقوم وبتروح بعدها ليلة تقف مع قطان السفينة اللي هيهرب جوزها فبيقول لها لما تبقى الفلوس جاهزة تروح له وبعد كده بيقرر سليم يسيب ايدها ويرجع لشغله وبيقول لها تفكر لحد بكرة لو عايزة ترجع مع اسطنبول وكمان بتروح شيفجي لتبراك وبتقوله ان سليم تنزل عن الدعوة اللي ضده وبتروح موكو امه شيفجي لزمان وبتقوله ان هي تعبد في تربية بنتها وتعبد جدا عشان توصلها للي هي فيه وبتطلب منه يبعد عن بنتها لان كلامه هيباوص حياتها وفي الوقت ده بيجي جواب لليلة من ابوها وبيقول لها فيه تتطلق من اردام عشان تاخد المراس فبتنصدم ليلة وما بتبقاش عارفة تعمل ايه وتاني يوم بتروح ايدها لتبراك وبتديله سلسلة دهالها لما كانوا مع بعض قبل كده وبتقوله ان هي راجع اسطنبول مع سليم وفعلا بتروح ايدها اسطنبول مع سليم ولكنها في الطريق بيجي لها مكالمة وبتعرف ان امها في العناية المركزة وان حالتها خطيرة جدا فبتروح ايدها بسرعة للمستشفى ولكن بيمنعوها من الدخول وبتيجي واحدة من المستشفى وبتديها الشنطة بتاع امها وبتلاقي ايدها فيها عروسة كان ابوها مديها لها فبتفتكر لما كانت في المدرسة وحد اخد منها العروسة دي وتخانقت معاه وبعدها جات المدرسة واللي هي برضو امها لبكين وضربتها وزن بيتها في الوقت ده امها كانت بتعملها وحش وبتضربها ولكن كمان كانت نفسيتها وحشة بسبب جوزها كمال اللي ما بقتش بتشوفه غير قليل جدا وما كانش فيه حد في الوقت ده بيدفع عن ايدها غير جدتها واللي كانت شايفة ان كمال غايب عن البيت عشان عايش حياته براحته مش في شغل زي ما بالكين مفكرة بنروح بعد كده الليلة واردام وبتقول الليلة متضايقة وشايفة ان هو ما بيعملش اي حاجة غير انه يقول لها عملي ده وما تعملش ده وكمان بتكون شايفة ان هو لو هرب هيطلقها ويتجاوز غيرها ولكن هنا بيأكد اردام عليها ان هو بيحبها وبيقول لها تهرب معاه يا وسارب بنرجع تاني للمستشفى وبييجي واحد من الاطباء وبيقول ليدها ان امها مريضة عنده بقاله سنة وبتزعل لان هي كانت بعيدة عنها طول الوقت ده ومعرفتش ان هي مريضة وبتوصل في الوقت ده الليلة وشيفجي وفيكو للمستشفى وبيقفوا جنب ايدها في مرض امها وبيعرفوا ان فيه قطة صعيبها امها في البيت لوحدها فبيروح فيكو عشان يوصل شيفجي لبيت ام ايدها وهناك علاقتهم بتتحسن بشكل كبير قوي بعد كده بتفوق امها شوية وبتشوف بنتها وبنتها بتقول لها ان هي مسامحاها ولكن للاسف قلبها بيتوقف وبتموت ام ايدها وفي الجنزة بيحضر سليم وطبراك وزمان وصحاب ايدها والاول مرة من سنين بتخش ايدها بيت امها وبتشوف ممتلكاتها وهدمها وبعد كده بترجع ايدها على بيتها في اسطنبول وبيتصل بها طبراك وبيقول لها انهم محتاجين يتكلموا وان هما ما كانش ينفع يفترقوا عن بعض فجأة كده ولكنها بتقولوا ان ما بقاش ينفع وان الموضوع ده انتهى خلاص بعد كده بتلاقي في شنطة امها اللي اخدتها من الدكتور مفتاح صغير والمفتاح ده بيفتح شنطة تانية لقيتها في بيت امها وبعد ما بتفتح الشنطة بتلاقي صورة لابوها وبتكتشف ان هو كان عنده عيلة تانية غيرهم وفض المخب عليهم فترة طويلة جدا فبتفهم هنا ايدها ليه امها سابت البيت فجأة لما كان ابوها تعبان لانها كانت بتظن ان هي تخلت عنهم وبتقعد ايدها تعيط عشان ابوها خب عليها الحقيقة دي في نفس الوقت ده بيجي رسال الليلة ان الارض بتاعت جدتها تباعد والفلوس دخلت حسابها في البنك فبتفرح لان مشاكلها كده اتحلت بشكل رسمي وبتروح ليلة الجزة وبتطمنه في الوقت ده بتقف موكو مع فوكو في المطعم عشان تساعده وبتقوله ان هو كبر في السن وعشان كده مفيش واحدة هترضى تجوزه لبنتها خصوصا وان مطعمه بيقفل بالسبب الغرامات والضرائب فبيتضاي فوكو لانه كده مش هيعرف يكلمها عن حبه لشيف جي لانه كان هو يفتحها ان هو عايز تجوزها وبعد كده بنشوف سليم وهو راح يقابل البنت اللي خان معها ايدا فبتصدمه وبتقوله ان هي حامل وبتقوله ان هي معجبة بيه من اول يوم راحت في الشغل فبيطلب منها سليم ان هي تنزل الطفل لفطنها ولكنها بترفض وبتقوله ان هي مش عايزة حاجة منه فبيرجع سليم البيت وبيعرف المشاكل اللي عرفتها ايدا عن ابوها فمش بيقولها عن مشكلة الحامل اللي هو لسه عارفها في الوقت ده بيكلم تبراك شيف جي وبيقولها ان هو كان بيكلم بنته وكانت عملها تعيط وبيقولها ان هو لازم يسافر دلوقتي فبتطلب منه عدوية هتحاول تسرع في الاوراق وبالليل بيتكلم تبراك مع شيف جي وبيقولها ان هو لسه بيحب ايدا وفي الوقت ده بتدخل ايدا البيت فبتلاقي سليم بيعايط وبتعرف منه موضوع الحامل فبتقوله ايدا ان احسن حل ليهم انهم يسيبوا بعض بهدوء خصوصا ان هو كان نفسه من زمان يخلف ويبقى عنده طفل وان هي اللي كانت ممنع الخلفة وفعلا الاتنين بيسيبوا بعض بهدوء وبترجع ايدا على بيت موكو وفي الوقت ده بعد ما ليلى بقى معاه فلوس كتير بسبب المراس بتقرر تدي فساتنا هدايا لشيف جي وموكو وبتهزر مع موكو وبتقولها عشان تبقى حلوة في عين زمان فبتتعصب هنا موكو وبتسيب الاودة وبتمشي تاني يوم بيروح زابط لزمان وبيقفلوا المكان لان فيه بلاغ ضده وبنعرف بعد كده ان موكو هي اللي قدمت البلاغ عشان زمان مايتكلمش عن ابو شيف جي لانها مش عايزة شيف جي تعرف حاجة عن ابوها فبتروح بعد كده شيف جي وفوكو لزمان ولكنهم بيلاؤوا المكان مقفول فبتعمل شيف جي بنصيحة ليلة وبتعرض عليه يروح الشطف بيوافق وبالصدفة بتعرف بعد كده ليلة ان موكو هي اللي بلاغت عن زمان وقفلت له المكان ولكن اللي بيكون شغيلها اكتر ان هي هتسيب كل حاجة وهتهرب مع اردام وبيظهر لها بعد كده اردام قبل ما يهربوا في حديقة موكو وبيسلم على ابنه وبتطلب منه امه ان يخلي الموضوع سر وبالليل بتجهز شنطتها وبتمشي وكله نايم وبتفضل تتسلل لحد ما بتوصل للشط ولكنها باخر لحظة بتكرر ان هي مش عايزة تهرب ولا حتى عايزة تفضل تسمع كلام اردام طول العمر ولكن لسوح حظها ان غفر السواحي الجنب في الوقت ده واخدوا اللي في المركب كلهم وكمان وصلوا لها هي وسارب لانهم ما كانوش بعيد عن الشط فبتروح لاسم ولكن لحظن الحظ بتقدر شيف جيت طلحها من الاسم وبيطرحها الاردام عشان يتحقق معاه وفي الوقت ده بيعرف تبراك من فوكو ان ايدها هتتطلق فبيقرر انه يروح يكلمها وبتروح ليلة الفوكو بتقول ان هي عايزة تعمل مشروع معاه واللي هو ان هي تفتح له مطعم وهو يشتغل فيه بدل مطعمه اللي الحكومة قفلته بسبب الضريب والقصاد وفي الوقت ده بيعرض فوكو على شيف جي انهم يتجوزوا فبتوافق وبتكون فرحانة جدا خصوصا ان امها قالت لها تعمل اللي هي عايزة وان هي مش هتتدخل ولما بترجع شيف جي للبيت وبتقول لأمها ان هي هتتجوز بتبقى زعلانة ولكن شيف جي بتعرف تصالحها وبتبدأ بعد كده تجاهز الفستان بتاعها وبيجي لها فوكو عند البيت وبياخدها ولكن للأسف بيتعب المأزون وما بيعرفش يحضر الفرح فزمان بيتصرف وهو اللي بيجوزهم وبتروح بعد كده ايده لتوبراك وبيبقوا كويسين مع بعض وبيعرض عليها تسافر معه فبتقوله ان هي هتفكر وبيحضر سليم الفرح وبيقول لأيده انه اول مرة يشوف شيف جي سعيدة كده وبعدها بيقول له توبراك ما ييزيش ايده تاني وبيستأزم بعد كده وبيمشي وبعد ما بيمشي سليم بتبص ايده لتوبراك وبتقوله ان هي مفقت سفر معاه وبيقول زمان ان هو مش هيعمل جلسات تاني وان هو سعيد ان هو عمل اخر جلساته وسط الناس مميزة وبعد ما بتطلع شيف جي الفوق مع عرسها بتلاقي امها سعيبالها رسالة في شنطتها وبتقول لها ان هي زمان حبت وتجوزت واحد ثوري ولكنه مات بثلت رصاصات وهي حامل والصديق اللي كان معاه في الثورة قرر يرعاها هي وبنتها وسام وقتها الطفلة اللي كانت في بطنها شيف جي فبتنصدم شيف جي من الكلام ده لانها فهمت ان الراجل اللي عاشت معاه طفولتها ومات معاه في الملاهي ما طلعش حتى ابوها وده اللي كان مخاوف امها وكانت بتبعت زمان عنها عشان ما يقولهاش الحقيقة بعد كده بتروح ايده لزمان عشان يعلمها علمه وبتكتشف ساعتها ان هو كمان دكتور ولكنه ما بقاش يزاول مهنة الطب فبيقولها ان هو هيفكر وبتسيب زمان وبتنزل لتوبراك وهي واقفة معاه بتظهر بنته فلورا وبتطلع تجري عليه وبتيجي امها وبتبست براك ولكنه بيتوتر وبيبادها عنه ولكن ايده بتسيبهم وبتباد عنهم وبنعرف في الاخر ان ايده قدرت تقنق زماني يرجع يعمل جلسات تاني وبيخلص المسلسل